الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقًا للخير وسعادةً في الدنيا والآخرة وبعده كان من أواخر ما أخذنا حديث عائشة رضي الله عنها في واقعة عتبة بن أبي وقاصة وكان ذلك الحديث قد أورده المؤلف من أجل بيان حكم المشتبهات وأنه إذا اشتبه الشيء على الإنسان في حكمه ينبغي به أن يحتاطى بتركه وأن لا يقدم عليه وذلك أن ابن وليدة زمعة لما كان هناك اشتباه في إثبات نسبه لزمعة لوجود الشبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي ابنة زمعة بأن تحتجب من هذا المولود وعتبة قد ذكر أهل السيرة أنه قتل في غزوة أحد ولا يعدونه من الصحابة لأنه قتل مشركا ولذلك لا يعد من الصحابة وإنما عهد عتبة إلى أخيه سعد قبل الهجرة وبالتالي فإن هذا العهد من عتبة كان قبل هجرة سعد إلى المدينة نواصل قراءة أحاديثي مختصر صحيح الإمام البخاري في كتاب البيوع الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها قوله في هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة أي سقطت وقوله في الطريق في هذا الحديث أن ما لا يؤبه له ولا تتعلق به همة أواصط الناس من اللقطة يجوز التقاطه بدون تعريف ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لا خشية أنها من الصدقة لا أخذتها فأكلتها وفي الحديث منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من الصدقة وفي الحديث وفي الحديث اجتناب اجتناب الأمور المشتبهة فإن هذه التمرة وقع فيها الاشتباه وهي من الصدقة ومن ثم ترفع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن أكلها وفي الحديث استحباب رفع يسير الطعام الذي يسقط على الطريق نعم حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا أنتم اسم الله عليه وكلوه قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر في هذا الحديث من الفوائد سؤال الإنسان عما يشكل عليه من المسائل ليعرف حكم الله جل وعلا فيه وفي الحديث اعتبار ذبيحة المسلم من المباحات حتى ولو كان حديث العهد بالإسلام وفي الحديث أنه إذا تردد هل تم ذكر اسم الله على الذبيحة التي ذبحها المسلم أو لم يذكر اسم الله فالأصل أنه قد ذكر اسم الله تعالى وفي الحديث أن المباح الذي يستند لدليل من الشرع لا تترك إباحته من أجل ما يريد إلى النفس من الوساوس وأن هذه الوساوس لا تعد من الشبهات المذكورة في حديث الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات وفي الحديث دلالة على أن الأصل في اللحوم والذبائح هو الحل والجواز وبعض أهل القواعد قد أصلوا قاعدة أن الأصل في اللحوم والذبائح التحريم وهذا لا يصح بل الصواب أن الأصل في اللحوم والذبائح هو الحل والجواز وأنبه إلى أن قواعد الأصل إنما تطبق على ما ليس فيه دليل وإثبات ولا دليل نفي فإن المسائل على أربعة أنواع ومن ذلك مسائل اللحوم والذبائح هناك ما فيه دليل إباحة مثل أكل الأغنام فإن فيه دليل إباحة حيث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكلها وهناك نوع ثاني وهو ما فيه دليل تحريم فقط مثل لحوم الخنزير كما في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والنوع الثالث ما اجتمع فيه دليل إباحة ودليل تحريم فهذا يغلب فيه دليل التحريم وذكرنا من أمثلة ذلك البغل والنوع الرابع ما ليس فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم وهذا هو الذي يعمل فيه بقواعد الأصل والصواب أن الأصل في اللحوم والذبائح هو الحل ويدل على ذلك عدد من الأدلة أولها قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة الآية حيث حصر المحرمات في المذكور في الآية والدليل آخر قوله تعالى قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية فحصر المحرمات في المذكور ويدل عليه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة الآية حيث عدد المحرمات فدل ذلك على أن غير المذكور يبقى على الإباحة ويدل عليه ما ورد بعده في قوله يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات يعني أن ما عدى هذه المذكورات على الإباحة ويدل عليه قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطررتم إليه فجعل المفصل هو المحرم وما لم يفصل يبقى على الإباحة ولذا فما ذكره طائفة من علماء المذاهب من كون الأصل في الذبائح واللحوم هو التحريم هذا يخالف مقتضى هذه الأدلة ومنها حديث الباب وفي الحديث أن ذبيحة الأعراب جائزة وأنه لا حرج فيها وفي هذا الحديث مشروعية التسمية عند أكل الطعام كما في قوله اذكروا أنتم اسم الله عليه وكلوه وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بالسؤال بأسماء الله تعالى والاستعانة بها فإنه لما قال اذكروا اسم الله دل هذا على جواز السؤال بأسماء الله تعالى دعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام في هذا الحديث وجوب تحر الإنسان في مكاسبه ليقتصر على المباح ويجتنب المحرم وفي الحديث وجوب أن يسأل الإنسان عن حل كسبه قبل أن يقدم عليه وفي الحديث فساد آخر الزمان في مكاسبهم وفي الحديث أن هذا علامة على فساد أهل الزمان أثابكم الله قال رحمه الله عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فباع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله أيصلح هذا فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد فسألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وقال إن كان يدا بيد فليس به بأس فاخذوه وإن كان نسيئا فلا يصلح فردوه قوله كنت أتجر في الصرف الصرف بيع النقود بي النقود وفي هذا دلال على جواز هذا التعامل وقد دلت النصوص على وجوب التقابض فيه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وقوله فباع شريك لدراهم الدراهم نقود الفضة نقود الفضة قال باعها في السوق نسيئة يعني باع الفضة مقابل الذهب وعملة الذهب يقال لها دنانير فقلت سبحان الله على جهتي التعجب يقوله أبو المنهال وفي هذا دلالة على جواز المشاركة في بيوع الصرف كما في قوله فباع شريك لي وفيه دلالة على جواز الاشتراك في الذهب والفضة وقوله أي يصلح هذا أي هل يجوز هذا البيع وهو بيع الذهب بالفضة أحدهما مؤجل فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق يعني والناس يشاهدون فما عابه أحد ولم ينكر علي أحد وفي هذا أنه لا يعتمد على التعامل الجاري في السوق وإنما المعول عليه النظر في الأدلة ودلالتها والمعول عليه لمن لا يعرف دلالة الأدل لها الرجوع إلى فقهاء الشريعة قال فسألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وهما من فقهاء الصحابة عن الصرف يعني ما أحكامه وما شروطه والصرف بيع النقود بالنقود ومن ذلك بيع الذهب بالفضة قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني يعني كل واحد يحيل السائل إلى الصحابي الآخر وينسبه إلى الفضل والعلم فقال يعني البراء وزيد كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على إباحة التجارة وأنها لا تنقص من مكانة الإنسان وقوله فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع عن الصرف ببيع الذهب بالفضة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فيه استفسار الإنسان عن المعاملات المالية التي يجريها ليعرف حكم الله فيها قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق يعني الفضة الورق يعني الفضة دينا فعند بيع الذهب بالفضة يشترط أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد في كل من الذهب والفضة وبالتالي لا يجوز أن يكون أحدهما مؤجلا وفي هذا دلالة على أن التأجيل ليسير خارج مجلس العقد لا يجوز في الصرف بل لابد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق وبعض أهل العصر أجاز تأجيل اليوم واليومين في بعض معاملات الصرف البنكية يقول لأن هذا لا يمكن أن يصل إلا في اليوم أو اليومين ولكن ظواهر النصوص تدل على المنع من مثل هذا التعامل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط فيه أن يكون بيع الذهب بالفضة يدا بيد ولذا قال إن كان يدا بيد فليس به بأس وفي هذا دلالة على أنه إذا كان أحدهما مؤجلا فهناك بأس في هذا التعامل ولذا قال وإن كان نسيا أي مؤجلا فلا يصلح فردوه وفي هذا دلالة على أن العقود المنهية عنها باطلة لا يترتب عليها آثار العقود الصحيحة من انتقال الملك ونحواه حسن الله إليكم قال رحمه الله عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر رضي الله عنه فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إئذنوا له قيل قد رجع فدعاه فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة أو لأفعل النبك فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم وقال أبو سعيد رضي الله عنه كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك ولا يشهد لك على هذا إلا أصعر القوم أبو سعيد الخدري قال أبو سعيد فكنت أصغر القوم فكنت معه قال عبيد فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهان الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة قوله أن أبا موسى الأشعري استاذن على عمر فيه مشروعية الاستاذان قبل الدخول على الإنسان في داره وفيه أن عدم الإذن لمن استاذن يمنعه من الدخول وأنه لا يصح لإنسان أن يدخل بيت غيره خصوصا أنه إذا كان لا يدخل وحد إلا بإذن إلا بعد الإذن وفيه دلالة على رجوع الإنسان عند عدم الإذن له بعد استئذانه وفي الحديث من الفوائد أن الاستئذان يكون ثلاث مرات وبعد ذلك يعود المستأذن ولا يستأذن رابعة وهذا وهذا الذي جاهله عمر فإنه جاهل تقييد الاستئذان بثلاث مرات وفي هذا الحديث أن الإنسان عند اشتغاله لا مانع من عدم إذنه للآخرين قد جاء في سورة النور أن الله جل وعلا جعل رجوع الإنسان عند عدم الإذن له أزكى له وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وفي هذا الحديث أيضا رجوع الإنسان لتصحيح ما وقع منه من فعل كما أن عمر تذكر صوت عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري ولذلك سأل عنه وفي الحديث من الفوائد سؤال الإنسان أصحابه عن السبب الداعي الذي جعلهم يقدمون على أفعالهم كما سأل عمر أبو سعود فقال ما حملك أي ما السبب الذي جعلك تقدم على ما فعلت من رجوعك بعد الاستئذان الثالث فقال إنا كنا نؤمر بذلك يعني نؤمر بالرجوع إذا استأذنا ثلاثا فلم يؤذن لنا فطلب منه عمر البينة على ذلك وفي هذا جواز أن يطلب الإنسان البينة على ما أقيم أو ما أدلي به بين يديه بالحجج وذلك أن عمر رضي الله عنه اعتبر أبا موسى في هذا الحديث بمثابة المدعي ومن ثم احتاج إلى شاهد يشهد له فشهد معه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه وفي هذا تعزيز قول الواحد بقول آخر لتقوية جنابه وليس في الحديث دلالة على رد خبر الآحاد فإن خبر أبي سعيد لا زال خبر واحد ومع ذلك قبله عمر رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد التحذير من إطلاق القول فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا ينسب الإنسان شيئا إليه صلى الله عليه وسلم إلا بعد التوثق من ذلك وفي الحديث من الفوائد طلب الإنسان من غيره من يشهد له ويثبت كلامه كما طلب أبو موسى من الصحابة من أبي ومن معه من يشهد لهم وفي الحديث مجيو أبو موسى مذعورا لهؤلاء الصحابة من الأنصار وماذا كأنه خشي ألا يجد معه من يشهد أن ثبوت هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من الفوائد أيضا أن اكتفاء الشهود بأصغرهم في السن وأنه لا يلزم اتيان الشهود معا فمتى وجد العدد الكافي للشهادة فإنه يكتفى بذلك العدد ولا يلزم أن يكون الشاهد من أكبر القوم أو من العلماء أو من الوجه أو من أصحاب غير هذه الصفات وفي هذا الحديث فضيلة أبي سعيد الخدري حيث إن كبار الصحابة من الأنصار وثقوا فيه وجعلوه ينوبهم في هذه الشهادة وفي هذا الحديث دلال على أن الأصل في الأوامر هو الإيجاب ولذا لما قال كنا نؤمر فهموا منه الإيجاب وفي هذا الحديث اشتغال الإنسان بالتجارة وهذا هو مراد المؤلف من إراد هذا الحديث في كتاب البيوع فإن عمر رضي الله عنه قال الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة وفي هذا دلال على جواز الذهاب للأسواق والتجارة فيها وأنه لا حرج في ذلك وفي هذا دلال على جواز التجارة والبيع والشراء وقوله الهاني الصفق بالأسواق وذلك أنهم كانوا في الزمان الأول يقومون بضرب أيدي بعضهم من أجل الدلال على تمام الصفقة وثبوت البيع وقد استدل بعضهم بهذا اللفظ على جواز التصفيق إذا لم يكن على جهة العبادة وأما ما كان على جهة العبادة فهو ممنوع منه ويعتبر من البدع وقد قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه يعني صفيرا وتصفيقا حسن الله إليكم قال رحمه الله نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وإذا أنفقت المرأة من نفقة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجله وإنه يؤدى إليه شطره في هذا الحديث من الفوائد منع المرأة من صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه وذلك أن من مقتضى عقد الزوجية أن يباح للزوج الاستمتاع بزوجته والصيام يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته ومما يدخل في هذا الواجب الموسع فإذا كان مثلا على المرأة قضاء من رمضان فإنه إذا كان الوقت متسعا وكان الزوج حاضرا فلا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها ولذا كانت عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي ه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن المرأة تسكن في بيت الزوج وأن السكن يجب على الزوج أن يوفره ولذا قال لا تأذن في بيته مما يدل على نسبة البيت إلى الزوج و لا يعني هذا عدم جوازي أن يسكن الزوج في بيت الزوج إذا كان برضاها فمسألة الرضا باب ومسألة أصل الوجوب باب آخر وفي الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها إلا من يعلم بدخوله ويأذن وقد يكون الإذن خاصا كما لو قال أذنت لفلان وقد يكون إذنا عاما فيأذن لها بأن تدخل مثلا من قرابتها أو نحو ذلك ولا يجوز للمرأة أن تتجاوز هذا الإذن وفي الحديث من الفوائد أن نفقت الزوجة واجب على الزوج فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وفي الحديث أن تصرف المرأة في مال زوجها بأخذ النفقة جائز لا حرج فيه بشرط أن يكون ذلك من المعروف وأن لا تتجاوز ما يتعارف الناس عليه في باب النفقات وقوله وإذا أنفقت المرأة من نفقة من كسب زوجها عن غير أمره كأنها علمت أنه يأذن في أن تنفق من ماله وأن تتصدق من ماله ولكنها تصدقت بغير إذن خاص فحينئذ يكون لها نصف الأجر ويكون للزوج نصفه وفي هذا دلالة على أن المرأة قد تتصرف في مال زوجها بما لا يكون مؤثرا عليه ولا على ماله نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه في قوله من سره في لفظ من أحب أن يبسط له في رزقه أي أن يوسع له في الرزق وأن يأتيه المال الكثير وفي هذا دلالة على أن محبة الغيناء والتوسع في المال وكثرته ليست من الأمور المذمومة ليس من الأمور المذمومة ويدل على ذلك قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون فلم يعب عليهم كونهم يحبون المال النفيس وقد قال تعالى أيضا في صفات أهل البر والتقوى وآت المال على حبه ذوي القرب الآية فنسب إليهم أنهم يحبون المال بشرط أن لا تكون هذه المحبة مؤدية إلى منع الواجب من الزكاة ونفقة الأقارب ونحو ذلك وفي الحديث من الفوائد جواز أن يتمنى لإنسان طول العمر وأنه لا حرج في ذلك ولذا قال وينسأ له في أثره يعني يطال له في عمره وفي هذا دلالة على جواز بذل الأسباب لتحصيل الزيادة في المال ومن ذلك صلة الأرحام كما أن في الحديث دلالة على جواز الأسباب المؤدية إلى طول العمر من مثل التداوي ومن مثل اختيار الأطعمة النافعة المفيدة ومن مثل استعمال الرياضة ونحو ذلك فإن هذه الأمور مما يكون له أثر في طول عمر الإنسان فإن قال قائل بأن العمر أمر مقدر فكيف يطلب الإنسان إطالة عمره فالجواب أن المقدر في ذلك يجهله الإنسان ولا يعلم به والشريعة قد جاءت بالترغيب في مزاولة الأسباب فكل من أراد نتيجة فإنه يعمل الأسباب المؤدية لتحصيل تلك النتيجة ولا يعد ذلك من منافاة القدر فمن جاءنا يرغب في الولد فإننا نقول له تزوج والزواج من الأسباب وفعل السبب لا يمنع منه الشرع ولا يقول أن قائل أنا لنا تزوج فإن كان الله قد قدر لي ولد فسيتين إلى محالة فهذا لا يقبل منه فهكذا في باب الأرزاق وفي باب طول العمر لا بأس أن يتخذ الإنسان الأسباب المؤدية إلى هذه المقادير ونحن نجد أن جميع العقلاء يزاولون الأسباب ويجعلون ذلك من الأمور المعقولة ولا يتنافى مع ما يفعله العقلاء في جميع أبواب الحياة بلا استثناء ولذا فإن بذل الأسباب لزيادة الرزق من الأمور الصحيحة والجائزة ويدل على هذا قوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأمره بالتقوى وجعل التقوى سببا للخروج من المضائق وسببا من أسباب بسط الرزق ولا تنافي بين كون الأرزاق مقدرة وبين أمر الإنسان بفعل السبب المؤدي إلى بسط الرزق وهكذا فيما يتعلق ببذل الأسباب لبقاء الصحة وزيادة العمر وفي الحديث فضل صلة الأرحام وظاهر الحديث أن صلة الأرحام لها ثمرة في الدنيا ولها ثمرة في الآخرة وجاءت النصوص في الكتاب والسنة تأمر بصلة الأرحام فإنها من صلة ما أمر الله به أن يوصل والمراد بالأرحام كل قرابة تجمع بينك وبينها رحم خرجتم منها وهذا يشمل القريب من القرابة ومن بعدهم ومن بعدهم ولكن لا يعني هذا تساوي كل من هؤلاء في ما يوصلون به فلكل واحد ما يناسبه وصلة الرحم قد اطلقت ومن ثم فإنه يرجع في تفسيرها إلى عراف الناس فما اعتبره الناس من صلة الرحم دخل في اسمها لعدم وجود ضابط له في الشرع ولا في اللغة ومن ثم فإن من صلة الرحم الزيارة وكذلك الدعوة إلى الولائم ومن صلة الرحم الدعاء للقريب وبذل الهدايا والنفقات له ومن صلة الرحم الثنى عليه والاعتراف بجميله والتذكير بالصلة النسبية بينه وبينه وبينه ومن صلة الرحم السعي في جلب ما يصلح حال القريب والسعي في صلاح ذريته والقيام على أموره الدنيوية والأخروية ومن صلة الرحم نصيحة القريب وإرشاده إلى ما يعود عليه بالنفع في آخرته ودنياه وكون صلة الرحم من أسباب سعة الرزق لا يعني أن يقصد الإنسان بصلة رحمه سعة الرزق وذلك أن الإنسان لا يؤجر الأجر الأخروي إلا إذا نواه كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوا ولكن قد يكون العبد ناويا بفعله أمرا ومقصدا فيحصل له نتائج أخرى غير ما قصده ولكن لو قدر أن بعض الناس إنما وصل رحمه من أجل الفوائد المذكورة في الحديث قيل له لا بأس عليك في ذلك ولا يلحقك حرج فيه لأن هذا الأمر ليس مما يتمحض عباده فيجب أن ينوى فيه الآخرة وبالتالي لا يلحق من قصد هذه الأمور بصلة الرحم شيء من الإثم وليعلم بأن صلة الرحم لا تقتصر على جهة المكافأة بحيث تصل من وصلك بل صلة الرحم تشمل مواصلة القاطع تشمل مواصلة القاطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فهذا شيء من فوائد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب وأنبه إلى أن الحديث الأخير إنما مراد المؤلف منه جواز أن يعمل الإنسان الأسباب المؤدية إلى زيادة ماله وكسبه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير أدر الله عليكم أرزاقه وجعلكم تكسبونها من المباه وتنفقونها في الطاعة كما نسأله جل وعلا أن يجعلكم موفقين في كل أموركم وأن يبسط لكم في أرزاقكم وأن ينسى لكم في أجالكم كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى وأن يبارك لهم في جميع أمورهم وأن يصلح لهم ذراريهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك لهم وأن يجزيهم خيرا هذا والله وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما من الدين اشتركوا في القناة